تحياتنا للكابتن إبراهيم سالم يقول سلام عليكم جميعاً اليوم استضافة شرطاوية عشان رضا المميز وأحمد باصل المتألق وحارس المستقبل بالسؤال أحمد من زينك بإيران؟ طبعاً تحياتي للكابتن إبراهيم سالم الموقف موقف سواب إيران أنا كان عندي شعر كان عندي شعر نادي العلم والتكنولوجيا من النادي العلم والتكنولوجيا انسحبت منتخب شباب كان كابتن إبراهيم سالم مدرب حراس منتخب الشباب بالأضافة كابتن راحيم حميد وكابتن عباس عبايد وكابتن عادل نعموجه لهم تحية فصار أدنى معسكر بجزيرة كيش جنوب إيران كانت أدنى مباراتين وديها مع منتخب إيران فإيران الرطوبة مالتها يمكن تسعين بالمية ثمانين بالمية كلش حارة ورطوبة عالية فقال لي تعال بابو الأحمد قلت له نعم كابتن أبو يوسف كان مدرب أبو كابتن إبراهيم كان مدرب حراس قال لي ابني أحمد قال قبل كان محد يزين الصفر بس عدي كان بس هو زين اللاعبين قال فعل هذا الضوء أنا اللي راح أزينك بس ثاني قلت له ليش كابتن؟ قال لي تروح هسا كان يكون حلاق بالفندق قال هسا تروح بالحلاق وزين الصفر زين إذا حلو عليك تبقي وإذا ما حلو هي حارة الدنيا يطلع وراء أسبوع عشر تيام صدق عادة طلعت راحة بالفندق نزلي جوال الحلاق زين الصفر كان يقول لي والله حلو ومش يتبع قال لي بعد ما نموت تروح لشعر هل يعصر هاي القصة ابراهيم سعليم والله العظيم الله يشهد عليه تعاني أدور لك صورة بشعر اليوم والله العظيم السبب إنه هاي الحلاقة كابتن إبراهيم وما يعني حتى لحد هذه اللحظة إنه بقيت على الستايل وما خليتي طلع الشعر تحياتي تحياتي كابتن إبراهيم سعليم المصور أثير الجاف المصور أثير الجاف